هل الجماع يجب أن يتم والذكر فشل؟ أو لا القضية منتصب؟ هذه القضية مهمة للغاية وحنا كنا من قبل يعني عرضنا واحد الحالة لكم ديال واحد السيد اللي سمينا الفيديو النهارية النهار الله هو فشل يعني هو وخا كان الذكر دياله فشل ورغم ذلك سيقوم بدك العلاقة ديال الجماع وخاما كنش نجي معه لأن الذكر لما كانش منتصب مثلا كيفاش رايكون يعني الإلاج مرا يقدرش يكون الإلاج ورا يكونوا مشاكل في حين العلاقة الغرامية المدعبة مثلا ممكن مثلا رجلي داعب الزوجة دياله مثلا رجلي داعب المرأة المرأة داعب رجلها ولكن ماشي لك بدا يكون ذلك الإلاج خصوصا يعني لك أن الذكر ماشي منتصب لك أن الذكر فشل مثلا القطيب فشل يعني ممكنش يتم ذلك الإلاج وهنا يعني المرأة تتكرفص لأنه يعني كيفاش القطيب راي يدخل وهو فشل ثم رجلته راي تأزم كذلك هذه القضية مهمة معلاش أنا نضع أرض عليكم اليوم مثلا الحالة لواحد الشاب اللي الله شفته واللي هو في الأصل كان عنده قطف سريع والمهم يعني وكان يعني هذه مجوشت قريبا واحد لعشرين سنة وهو تيمارس يعني اللي نقوله العلاقات قريبا يوميا أو لا نهاريا نهار لا مدة عشرين سنة تلو جيب واحد النهار راي يفشل من يفشل تأزم تأزم واحد تأزم كبير والبيحات إلى درجة بقى تموسواس وبقى تقوله يعني لأنه كان يخده شي حشوب من عند شي يسميته زعمها باش نقوله يقول القاضي بليه له منتصب مزيان ولكن من بعد واحد الأيام فشل ومن ثم ما يتأزم واعتقد أنه يمكن واش توكال واش كادا شنو اسميته والمهم أمرض واحد المرض وأصيب واحد الاكتئاب شديد ما بقى لا يخدم لا يخرج تقريبا مدة سنة ورجل هي قالس لعامل لتاشي حاجة وتيفكر ليل ونهار في القاضي بديه له علاش فشل القاضي بديه له واش شي توكال واش كادا واش أشياء من هذا القابل ورغم هو على أنه فاشل يعني تقوم بالعلاقة مع الزوجة ديه له تقريبا يعني جنوبة في الأسبوع هو علاش يقوم ذاك العلاقة لأنه أولا تجرب يعني باش يشوف واش تتكر دير ورا ينتصب ولله وشنو تيقع له وهو دبا في الأصل من يفشل له الدكار ديه له يعني تأزم وأصيب بالاكتئاب ونتيذي أصيب الإنسان بالاكتئاب شنو تترى له الرغبة الجنسية تتقل ولقلة الرغبة الجنسية الدكار ديه له ما تنتصبش هذا القضية لا غبار عليها إذن هو شنو تيدي فوق ما تجي مارس مع الزوجة ديه له والدكار ديه له فاشل تيزيدي تأزم وكل ما تأزم كل ما اكتئب لأنه يعني من تجرب ويشوف الدكار ديه له فاشل يعني هنا يا تيزيدي تأزم لأنه ما بغاش يقوم الدكار ديه له هو طبعا يعني من ناحية العلمية وهذا هو المستغرب يعني في المجتمعات مثلا العربية والمجتمع المغربي يعني تلاحظوا على أن الراجل سواء مثلا عنده قد في سريع رايدي لك العلاقة اللولة والعلاقات الثانية والثالثة والمراحلية الرأس تدير الوجب ولكن الراجل مثلا حتى الدكار ديه له يعني فاشل القضي ديه له فاشل كيفاش رايقم بالجماعة رغم ذلك المرأة يعني تتلبي يعني رغبة الزوج ديه لها رغم على أن القضي فاشل انفرض على أنه يعني من ناحية العلمية متى يكون القضي فاشل يعني ما تكون شميل لا يجب أن تكون العلاقات يعني للإلاج ممكن الدعب الزوج ديه لك ولكن احنا من ناحية العلمية أول حاجة تندره تنوقف يعني الإلاج على الأقل مثلا ثلاثة الأسابيع أو الأشهر ما يحصلش يكون ذلك الإلاج لماذا؟ لأنه إلا جامعتي مثلا المرأة ديه لك وانت ذاكرة ديه لك فاشل تزيد يفشل كل ما جامعتيها هو فاشل كل ما يزيد في الفاشل وكل ما رأة تأزم في حين من تتوقف يعني ذاك القضيات ديه لالإلاج وحيث هو فاشل أولا المرأة ديه لك ما تتكرفش وانتا ما تتأزمش وتتبقى واحد الوقت عاد ثقة في النفس ديه لك تترجع تقدر بحال الحالة اللي عرضنا عليكم مثلا يعني هو تيمارس مع الزوجة ديه له يعني نوبة في الأسبوع على جنوبة الأسبوع وهو فاشل تزيد يتأزم لأنه ما طاقش علاش الذكر ديه ليفشل يقدر مثلا أي راجل أي شاب تكون عنده إنبان سكشوال إنبان ويفشل لذاك ما ممكنش يكون الإلاج والذكر فاشل نوم فأغطة يعني هنا هذه القضية دي حقيقة تنسمع شيء أشياء غريبة تنسمع شيء أشياء اللي زعمها يعني ما ممكنش أنك تقوم بعلاقة للجماع وهو فاشل يقدر مثلا نزوج طبعا هناك أسباب الفشل يعني ما تنشوفوش أسباب الفشل أو لا أسباب الرغبة الجنسية هذا موضوع أحد أخر تنشوفوه لأنه واش العلاقة واش الإلاج يجب أن يتم وخط ذكر فشل إذا كانت ذكر قايم القضي قايم ماشي منتصب ماشي مشكل ولكن إذا كان القضي ما بغاش ينتصب والراجل حصل لا بداء يكون الإلاج هنا كما أشارنا هو تيتعدى وتيتكرفص وتيتكرفص ذلك لمرأة لأنه يعني القضي ما يمكنش يدخل وهو فشل يعني فقط يعني تتأزم أو أنت رأى تأزم وهي رأى تأزم وتقدر أنها هي فيما ما تكره ذلك العلاقة يعني الحميمية علاش لأنك تتكرفص عليها بحيث تتغتصبها لا يعني ضروري على أن أي علاقة إذا كان الإلاج القضيب يجب أن يكون منتصب ما كانش الإلاج ماشي لابداء يكون يعني الإلاج في العلاقة الغرامية ممكن مثلاً الراجل يداعب زوجة دياله وهنا ما تتطلبش يكون القضيب منتصب أو لا لا ينتصب ولما ينتصبش ماشي مشكل أنك أنت فقط رد دعبات قبلها وتداعبها ونبخرة إن شاء الله عاد أن تكون الإلاج عاد تستطع أنك يعني لك انتصاب يكون الإلاج دان هذه القضية مهمة يعني أنعودها مرة أخرى كخلاصة بالنسبة للحالة هذه يعني حتى السيد اللي دوزنا له قلت له يعني دابا أول شيء أنك توقف الإلاج ما حصل يكون عندك الإلاج حتى تستعيد القوة ديالك والثقة في النفس لأنه من يرا يتأخر من قوله في العلاقة ما يرا يبقى يدير الإلاج رايجي واحد الوقت يعني الحمد لله الإلاج رايرجع تلقائياً أنك ممكن لك أنك تقيم الضاكار القضية بديالك أنت تتحكم فيه لا هو تتصرف يعني القضية بتايلة كان بغاية نوض هو تيقوم ما كانش رايقوم مرة يقوم مرة ينتصبش ولكن انت ممكن لك تقول له يعني أحسك تقوم ضروري تقوم لا هذه القضية ما كاينش إذن يعني هو انتصاب القضية بتيكون تلقائي ان فولانتير ماشي فولانتير يعني بمعنى أنك يمكن لكش أنت توقف لا هو تيوقف متى تكون كل الأمور يعني الحمد لله يعني مزيانة إذن الخلاصة بالنسبة لهذه الحالة هذه إذا كان القضية منتصب ممكن يكون الإلاج إذن القضية ماشي منتصب ما حصش يكون الإلاج طبعاً حسك تشوف الطبيب مثلاً مختص بطرابات الجنسية مش عادة نشوفه طرق مثلاً أشنو هذه لأسباب للفشل شنوها طرق العلاج وإن شاء الله يعني تجي بربيت يسير بإذن الله أتمنى إذا تشاركونا في صفحاتنا فيسبوك دكتور بنياشو في يوتيوب انستغرام دكتور بنياشو وموعدنا يوم الاثنين على الساعة العشرة بالليل ونقوم بفحوصات عن طريق الواتساب 06-64-0-0-95 فقط للفحوصات إن شاء الله 0664-004-2550 وشكراً لكم وشكراً لكم اشتركوا في القناة